طبعا كلنا مبارح عرفنا ان ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المكسب بيجيب مكسب 14 فوز متتالي من غير ولا هزيمة من غير ولا تعادل هو بمرة واحدة ييجي النادي الأهلي يخسروا المطشين من بعدها يتعادل مع الزمالي ويتعادل مع فارقه أو بالمعنى الأصح نادي بيرامد بيفقد الشغف اللي كان مسكه انه هو عاوز ياخد الدورة مع العلم انه لو هو كان فيدل يكسب لحد آخر لحد آخر الموسم وحتى لو جات مطشوعة النادي الأهلي وبرامز كان هم اللي اتعادلوا والنادي الأهلي يفضل بعدها يكمل مكسب لحد نهاية الدورة كان النادي الأهلي كان يمو على ياخد الدورة ليه عشان كان هيبقى فارق عن نادي بيرامز بنقطة واحد بس هنا كان فيه أمل انه هم في مطشوعة النادي الأهلي انه هم يكسبوا ولو لمطش للنادي الاهلي كانوا حطين في دماغهم انهم هيكسبوا مطش ويتعادلوا مطش ويبقوا هم كده اللي فرقين عن النادي الاهلي بنقطتين طبعا النادي الاهلي قفل السكة دي خالص وكسل المطشين وخاد ست نقط منهم من بعدها النادي برمز معادش موجود النادي برمز اللي كان بيكسب 14 مباراة المتتالية جيه عند النادي الاهلي تقريبا النفخة اللي كان واخدها النادي الاهلي كان معادة بوز بتاعها فرقع البلونة بتاعته وهنا ييجي الكلمة المعتادة لجمهير النادي الاهلي إذا حضر ملك اللعبة ينتهي دور المزايا بس اللي أنا حابب أن أتكلم فيه من ناحية نادي برمز النادي برمز محتاجة إدارة من حديد محتاج سياسة محتاج قوانين محتاج لوائح جوه النادي علشان خاطر اللعيبة اللي تيجي تيجي على قصص ومبادئ وقوانين تشتغل عليها إنما إحنا شايفين إن النادي برمز حتى لو بيلعب لو بيلعب دورة رمضانية قدام ملاك الشباب هيخسر البطولة الموضوع مش موضوع النادي اهلي ونادي زمالك أو في الدورة الممتاز أو في أي بطولة محلية لا إنت النادي أصلا مهيئ إن هو ما ياخدش بطولة النادي ما عندوش الشغف في إن هو ياخد بطولة هتيجي تقولي إن هو كسب 14 ممتش متتالم عشان خاطر ملعبش فريق تقيل ملعبش لزمالك ولا أهل يا راجل ده الزمالك في أسوأ أحواله في المباراتين اتعادل مع نادي الزمالك اتعادل مع نادي برمز في أسوأ حالات نادي الزمالك وفي ظل إن نادي برمز معلش لو هنيجي نتكلم بالورقة والألم مدجج بالنجوم عنده لعبة على أعلى مستوى عنده إمكانيات تخليه إن هو يعمل كل حاجة بس اللعبة مش مهيئة أو النادي ذات نفسه مش مهيئ إن هو ياخد بطوله يا رجل ده لما جيه لعب بطولة بطولة الرابطة للأندية اللي هو المفروض ما كانش فيها نادي أهلي خسارها برضو إذن انت بتتكلم في نادي مش مهيئ إن هو ياخد بطوله هيصرف على قد ما هيصرف تظل وجود الإدارة اللي موجودة حالية بقيادة الأستاذ ولا المهندس ما ندوح عيد مفيش ولا بطولة هتيجي لأنه إن التفكير كله رايح على إنه هو عايز يساوي نفسه بالنادي الأهلي مع العلم إن النادي الأهلي فارق بكتير بالجمهرية والشعبية وإن هو نادي بيعرف يقتنص البطولات بيعرف من أين تؤكل الكتف نادي برمز ما عندهوش الخلفية دي ما عندهوش التفكير اللي يخليه إنه هو يعرف يساوي زنياته بل بالعكس هو حاطط في دماغه إن أنا زي زي نادي الأهلي عايز أعمل زي زي نادي الأهلي طب ليه أنا ألعب الساعة أربعة العصر والنادي الأهلي ما ألعبش الساعة أربعة العصر مع العلم إن هو كان ممكن يقول ليه نادي الأهلي بيلعب الساعة ساعة تمانية بالليل أو ساعة سبعة بالليل وأنا مبلعبش الساعة سبعة بالليل لأ ليه أنا بلعب الساعة 4 العصر والنادي الأهل ما بلعبش الساعة 4 العصر فاهم التفكير إن هو عايز النادي الأهلي يتساوي معاه في كل حاجة مع العلم إن في أقل حتة صغيرة في تشيرت النادي الأهلي بتتكلم في رعاية شركات تقيلة مش موجودة في أي نادي تاني جهو مصر ولا في كارة أفريقية أصلا بعد ما الدنيا كانت الفرق ما بينه وبين النادي الأهلي نقطة واحدة دلوقتي انت بتتكلم في حداشر اتناشر نقطة يعني النادي الأهلي محتاج يجيب ست نقطة ست نقطة في الست مطشات اللي جايين يعني يكسب مطشين حسب الدورة هو ده النادي الأهلي ودائما معودنا على كده نادي برامز فدل يكسب 14 مباراة عشان خاطر ما كانش فيه ضغط لما النادي الأهلي بدأ يخش في الجيم وبدأ يخش في الدورة نادي برامز حسب الضغط دخل اتصدم مع النادي الأهلي خسر من بعدها نادي برامز ه وهنا ييجي كلام كابتن احمد ياسر اللي ستزهر قدامكم دلوقتي اللي تراهب مع مهيبة عبدالهادي وهو قال له ان النادي الأهلي هو اللي هياخد الدورة مع احترامل نادي برامز نادي برامز مش مهيئ انه ياخد بطوله. لدرجة ان هو تراهب مع موهيب عبدالهادي وقال له ان لو نادي برامز هو كسب المهارة عندي استعداد اطلع معاك على الهوى واحلق شعري خالص. مريح لكابتان احمد ياسر اللي كان بيتكلم عن نادي برامز دلوقتي. كان فيه تصريح ليه او فيه تصريح ليه مبارح مع موهيب عبدالهادي. فالمقارنة بين وسامة ابو علي والكهرباء. فقال لا الفرق كبير. وسامة ابو علي في حتة تانية. ومش من حق الكهرباء ان هو يزعل. في ظل المستويات اللي بيقدمها وسامة ابو علي. لو هنيجي نتكلم اه دي حقيقة. كهرباء لو هدأ. انا اكتر واحد كنت دايما بدافع عن كهرباء. ده ده لو هنتكلم بالولا والقلب. من اول ما هو كهرباء بعد عن الوقف. وبدأ انه هو يلعب مباراة وياخد وقت. وان مارس الكولرر قعده للحياة مرة تانية. وكهرباء ممكن تقول في ظل. في ظل. خمس هجمات او خمس كور بيجيب انها كورة. هدف. دي حقيقة. يعني ممكن يكون في كورة كورة. انفراض ما بين كهرباء وحارس المرمى وحارس المرمى لقدامه وهب مرة واحدة وكورة بتطلع بره. ما تفهمش ازاي. وفي ظل انك انت ممكن تكون فيه كورة ميتة وتلاقي كرباء بيجيبها هدف. انت عندك بقى وسامة وعلي بيجيب لك من انصف الفرص. مش فرص كاملة. لأ من انصف الفرص. لأ ده كمان بيبقى محطة. لأ وكمان بيعمل اسستات. يعني انت بتتكلم في مهاجم متكامل. راس حربة متكامل. سواء كم محطة مهاجم صريح. آآ يقول يا جاد عقول لك ايه؟ لعب مفرق. لعب ما بيهمتش. بيخلي المدافعين يزهقوا. ممكن في لحظة من اللحظات. مش ممكن في لحظة من اللحظات. ده اكيد بيخلي المدافعين يغلطوا. لو هنيجي نبص على كهرباء في الفترة الاخيرة مش عارف يجري. ما بيعرفش. يعني انا واحد من الناس. لما بتيجي الكورة لكهرباء بقول خلاص الكورة ده دلوقتي في الوقت الحالي. قبل كده كان كهرباء كان عنده الشغف عشان خاطر كان عليه غرامة. فكان عايز يخلص الدنيا اللي عليه. ويبتدي ان هو يرجع تاني للملاعج. خلص من اللي عليه كله كهرباء ما عادش موجود. كهرباء اللي انا قلت متنبق له ان هو هيبقى في مكانة كبيرة جدا في الكورة. سواء كان في مصر او في الخليج او في اي مكان تاني. هو بيقول لك ايه؟ بيخلف كل التوقعات من بعد ما دفع فلوس الغرامة. فلو هنيجي نتكلم فعلا كابتان احمد ياسر قال الكلمتين اللي فيهم الخلاص. مش من حق كهرباء ان هو يزعى في ظل المستويات الكبيرة اللي بيقدمها وسمه بعلي. في تصريح للاعلامي امير هشام في البرنامج بتاعه بلاس تسعين. طلع بيقول ايه؟ هناك حالة رعب في الاهل من فكرة رحيل كولر بسبب ان النادي لم يحسم ملف لم يحسم ملف الصفقات التي طلبها حتى الان. المسؤولين في الاهل يصابقون الزمن لتنفيذ طلبات كولر. لأ انا اقدر اقول ان ما فيش حالة رعب ولا حاجة. مفيش مدير فني بيجي للنادي الاهلي لما بيحقق بطلاط. ايا كاني حتى لو النادي الاهلي هيلعب عم حارس كان مدير فني للنادي الاهلي عم حارس هجيب بطلاط. في ظل اللعبة اللي النادي الاهلي بيجيبها. وظل اللعبة المتجددة او تغير الدم بتاع النادي الاهلي في من حيث اللعبة. ومارسل كولر حفر اسمه مع النادي الاهلي بحروف من ده. مفيش خلاف على الكلام ده. بس مارسل كولر هتليع في الايام الاخيرة وقال انا عايز احقق اكبر كمية بطلاط مع النادي الاهلي. وعايز النادي الاهلي يبقى في مكانة كبيرة. ده ده في اخر مؤتمر صاحة فيه اللي هو بعد مباراة. المباراة اللي فاتت اا كانت قدام سرمكة كلبطر. فبالتالي مفيش رعب ولا حاجة. لان في الاول وفي الاخر. النادي الاهلي ممكن يضيف لأي مدير فني محترم. وده اللي احنا شفناه مع مارسل كولر. مارسل كولر قبل ما ييجي النادي الاهلي. اه حقق ايه بطولتين في حياته كلها? بس جيب مع النادي الاهلي لحد دلوقتي محققها كان بطولة. الموسم ده بالذات محقق كان بطولة. لو هتيجي تتكلم خمس بطولات. ولسه بطولة الدورة هي جاية في السكن. او اربع بطولات ولسه بطولة الدورة هي جاية في السكن. فبالتالي النادي الاهلي اضافة لأي مدير فني يجي يلعب او يجي يدرب فيه. فالاعلامي امير هشام خانوا التعبير في تصريح زي ده. لان عمر النادي الاهلي ما بيجيله حالة رعب من اي مدير فني. اي مدير فني هو اللي يبقى محتاج النادي الاهلي عشان خاطر يعمل سبيل نفسه كويس. بس هو ده كلامي من ناحية التصريح اللي علام امير هشام. في تصريح للعميد كابتن احمد حسن صقر. على قناة دي امي سي. طلع بيقول ابراهيم عادل لاعب نادي برامدز والمنتخب الاولمبي تلقى مؤخرا عرضا اوروبيا مميزا للتعاوكد معه هذا الصيف. واللاعب ينتظر حسم المفاوضات مع ادارة برامدز. لو هنيجي نتكلم فعلا ابراهيم عادل اثبت ان هو ما ينفعش ان هو يقعد زي ما اتكلمت براح في الفيديو ما ينفعش ان هو يقعد في دوري المصر. لازم يطور من نفسه في دوريات اوروبا. واعتمنى من مجلس ادارة نادي برامدز ان هي تسيبه تسيب اللاعب يشوف نفسه. يشوف اللاعب يطور من نفسه. تسيبه ان هو يعرف ان هو يبقى اسم من الاسامي الكبيرة اللي احنا بنسمعها في الدوريات الاوروبية. لانك انت بتتكلم لاعب طفرة. ما انا بقولها كده صريح. لاعب طفرة موجود موجود في الدوري المصري بالغلط. فاردة تقيلة المفروض تكون موجودة في اقوى دوريات في اوروبا. مش اقوى دوريات في الخليج مثلا او اقوى دوريات اه في الانديال العربية لا اقوى دوريات في اوروبا. وامكانياته تؤهله لكده. لما يروح ندعى في الدوريات الاوروبية هيطور من نفسه هيبقى حاجة تقيلة. فاردة تقيلة هتبقى موجودة في الدوري في الدوري الاوروبي او في دوريات الاوروبا او في دوري ابطال الاوروبا. في تقرير او تقارير صحفية طبعا بتقولي ان كانت نحمد شبير. قريب يقترب من العودة مرة اخرى امام الشاشات عن طريق قنوات ام بي سي. طبعا هيضافها كبيرة لاي قناة هو هيروح ليها. احمد شبير في ظل ووضو على قناة كان هو رقم واحد في قناة وكان يليه بعدها الاعلامي ابراهيم فاي. تمام? او الاتنين كان في نفس الليفل. سواء كان كابتن احمد شبير او ابراهيم فاي. فتخيل ان ابراهيم فاي لما راح نادي او لما راح قناة مصر بدأ ان هو يتور من نفسه بدأ التفكير او بدأ الافكار اللي كانت جوا دماغه بدأ ان هو يحققها على قناة ام بي سي. تخيل بقى كابتن احمد شبير في ظل ان كانت الاعلانات كانت تقيلة كانة بتضرب تقلب معها على قناة على قناة اون تايموز بورت بسبب وجود كابتان احمد شوبير. فتخيل انت بقى لما يروح في قنوات ايه اللي هيحصل? تخيل كده ايه في وجود ابراهيم فاي ووجود كابتان احمد شوبير كمية الاعنات هتبقى عاملة ازاي? بس انا عايزك تتخيلها مع نفسك. فانا بتمنى ان الخبر ده يكون صحيح لانك انت من بعد عدم موجود كابتان احمد شوبير على قنوات اون تايموز بورت معادش في حد يتفرج على قنوات اصلا. نعم ما كاننش المباريات بتاعة النادي الاهلي او الدورة المصري موجودة في قنوات اون تايموز بورت مفيش حد هيتفرج على القنوات اصلا نهائي. خالص. اه الاعلام يصيب زهر بس مش هيعمل كل حاجة الوحدة. انت عندك دلوقت قنوات اون تايموز بورت بتقع. حقيقة. حرفيا فعلا القنوات اون تايموز بورت في النازل. الكيرف بتاع بينزل. ودي كارثة. كارثة كبيرة بالنسبة لقنوات اون تايموز بورت.